موسيقى الحضور الأعزاء المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتجه معظم الدول في العالم نحو تأهيل وتطوير القطاع الصحي وتوفير البيئة الصحية للسكان كونه أحد القطاعات المهمة في دعم القطاعات الأخرى من خلال تأمين مجتمع أنواع وإعداد أجيال تمتلك الأهلية لبناء مستقبل واعد للبلد أما في العراق ما بعد الغزو الأمريكي فإنه يعاني من أزمات كثيرة في جميع القطاعات وإن القطاع الصحية الذي عانى من التعثر والتخلف منهار منذ زمن وتحول دون نهوضه صعوبات جسيمة وتحديات جمة وفي مقدمتها الوضع السياسي والأمني والمالي الذي يفاقم ذلك كما البنية التحتية المتهالكة لهذا القطاع الحيوي بسبب الفساد الكبير والإهمال الممنهج إلى جانب هجرة الأطباء الجماعية بسبب تعرضهم المستمر للقتل والخطف والابتزاز والإهانة التي أفرزت عجزا كبيرا في الكوادر الطبية بشكل عام إضافة إلى النقص الكبير بالمستلزمات الصحية الضرورية وندرة في الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للعلاج وجاءت جائحة كورونا لتكشف حقيقة انهيار القطاع الصحي في العراق حيث تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن البلد يعد من بين أخطر البلدان وأكثرها تأثرا بالجائحة في العالم كما أن جميع المعطيات تنذر بالأسوأ بالتزامن مع الواقع المزري للمستشفيات واستمرار خلوها من مستلزمات مواجهة هذا الفيروس ومتحوراته المتعددة ولا سيما تلك التي تتميز بسرعة الانتشار وشدة الأعراض السريرية وارتفاع معدلات الوفاء مع عدم امتلاك وزارة الصحة في العراق المواد المختبرية للكشف عن سلالات كورونا الجديدة ويسرنا بمناسبة يوم الصحة العالمي استضافة الدكتور أيمن العاني للتحدث عن الواقع الصحي في العراق الجديد وما أصابه خلال السنوات الثمان عشرة الماضية فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم الحضور الكريم والمشاهدين الكارم الحقيقة اليوم في مناسبة اليوم الصحة العالمي نستعرض بعض الحقائق وبعض البيانات وبعض الأرقام التي تبين ما أصاب القطاع الصحي في العراق بعد 2003 والذي كان قبل ذلك من أفضل الأنظمة في المنطقة اللي لم يكن حتى في الإقليم كانت المستشفيات وكان مستوى تقديم الخدمات ومستوى الكوادر الطبية الموجودة في تلك المرافق الصحية كان لها الأثر الكبير لكن بعد 2003 أصبح الوضع مختلف تماما وسنستعرض كما ذكرت الأبرز معالم الواقع الصحي في العراق بعد نحو عقدين من الاستهداف المباشر والفساد المتجدر والإهمال المتعمد الذي كل هذا أفضى إلى فواجع مستمرة مع الأسف الشديد الكل يعلم أنه نظام الصحي يرتكز على ثلاث ركاز هي البنية التحتية والمنشآت إضافة إلى ما تحويه هذه البنية التحتية من أجهزة وعلاجات ومعدات طبية وقبل ذلك كله طبعا الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة بمستوياتها المختلفة نبدأ بالبنية التحتية والمنشآت لم تخضع المستشفيات لأي صيانة أو تجديد حقيقي خلال الأقدين الأخيرين وقد أبرمت عقود من أجل بناء مستشفيات جديدة في 2008 لكن شبهات الفساد الكبير على المستوى المركزي ومستوى المحافظات جعل من الأمر يتعقد وفوتح التحقيقات في هذا الأمر لم يعلن عن نتائجها حتى اليوم وهكذا انقطعت الأشغال التي هي أصلا لم تبدأ لأن هذا الأمر يعكس أنه أولوية توفير المباني أو الأعيان المدنية التي تتعلق بتوفير الخدمات الصحية للمواطن وبحسب نقابة الأطباء العراقية فإن 90% مما يقرب من 180 مستشفى حكومي في العراق تفتقر إلى المعدات الأساسية مما يتسبب في أعداد كبيرة من الوفيات التي يمكن تجنبها في غضون ذلك تؤكد المنظمات الدولية أن الإمدادات الحيوية للمشافي في العراق تعاني من نقص شديد وأن الأطفال يموتون بسبب عدم توفر أكياس الدم طبعا لكل شخص مطلع أو لكل العاملين في المجال الغعاية الصحية أن تفتقد أكياس الدم هذه كارثة حقيقة على مستوى الصحي لأنه أبسط شيء ويفترض أن يكون متوفر بشكل كبير وهي أكياس الدم لكن مع الأسف في العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة يموت الأطفال بسبب عدم توفر هذه الأكياس بالمقابل لا يوجد حكينا صيانة أو تجديد في المستشفى بالمقابل ماذا حل في المشافي الموجودة تعرضت 35 مستشفى و268 مركز صحي في المحافظات المنكوبة للتدمير الكلي أو الجزئي بعد أن أصبحت هدفا للقوات الحكومية وحلفائها خلال الحرب ضد تنظيم داعش فمثلا في محافظة نينوى تحوي المحافظة 18 مستشفى تعرضت جميعها للتدمير الكلي وبات الاعتماد على المستشفيات الكارفانية التي وصل عددها إلى 9 مستشفيات في عموم المحافظة وهذه المستشفيات الكارفانية معلومة أنها أصلا لا تعد من المنشآت لأنها أصلا هي للمواقع المؤقتة المواقع الطارئة قد يستخدمها لكن مع الأسف في العراق وفي بلد مثل العراق يمتلك مقدرات وثروات وبات يعتمد على المستشفيات الكارفانية على الرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في المحافظة وقد وقعت العديد من الحرائق في هذه المستشفيات أكثر ما وقع في العاصمة بغداد ومحافظة ذيقار في مستشفى ابن الخطيب والحسين التي راح طحيتها ما لا يقل عن مئتي قتيل وأكثر من خمسمائة مصاب وكما هو معلوم فإن المستشفيات الكارفانية تفتقر إلى أبسط عوامل السلامة الأمر الذي ينذر بوقوع المزيد من الحرائق والأحداث الدامية الأخرى في تلك المستشفيات والمشكلة في ذلك الحقيقة التي يعانيها القطاع الصحي وبقية القطاعات حقيقة لكن فيما نحن فيه سرقة وهدر المال العام مرتبط بعمليات تدمير ممنهجة ومنظمة تشرف عليها أحزاب وميليشيات تديرها إيران وتكشف المعلومات والوثائق عن دور تلك الأحزاب والميليشيات في استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق عوائد مالية ضخمة وتقدر تقارير إعلامية دولية الفساد المالي في وزارة الصحة الذي تديره الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران في العراق بمبالغ كبيرة تجاوزت 13 مليار دولار منذ 2003 تجنيها الأطراف المتشاركة أو المشاركة في إدارة وزارة الصحة منذ الاحتلال وحتى اليوم معلوم أنه وزارة الصحة وفق المحاصصة هي من حصة التيار الصدري وبعض الشركاء السياسيين الآخرين هذا كله يجري على حساب شعب محروم ومؤسسات منهارة ومشاريع معطلة وخدمات مفقودة وفي العراق الحقيقة الأمر الذي أمعنا فيه القائمون على السلطة بعد 2003 هو يعني هم ليسوا فاسدين فقط وإنما هم مفسدون أيضا فلا ينحصر الفساد في اختلاس أموال الدولة وحسب وإنما في تبديدها بطريقة متعمدة من خلال صرفها على كل ما هو فاشل ومخشوش وفاسد الأمر الذي يؤدي إلى موت أعداد كبيرة من السكان هذه حقيقة موجز عن وضع المنشآت والبنى التحتية التابعة للقطاع الصحي وطبعا هي بنى تحتية قديمة تحتاج إلى أعمال كبيرة من الصيانة تحتاج إلى تجديد لكن كل هذا لم يحدث لأن الصحة ليست أولوية لدى حكومات تفتقر إلى الوطنية ثانيا الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية هذا الأمر طبعا هو مرتبط الحقيقة الأدوية على أهميتها لكن هي أصبحت المسلك الرئيس للفساد لأن كما هو معلوم الأدوية بطبيعتها تكلف مبالغ باهظة فكميات قد تكون قليلة لكن المبالغ المتطلبة لشراءها تكون كبيرة جدا فهذا الأمر أسال لعاب الفاسدين والمفسدين الذين حكموا العراق بعد 2003 وعلى الرغم أنه لم تجد الميزانية المخصصة للصحة خلال العقد ونصف العقد بعد 2003 عن 1% من الميزانية العامة مقابل مثلا على سبيل المثال 6% في إيران في العراق 1% أقل من 1% يخصص للقطاع الصحي إما في إيران 6% قد كانت الحكومات تبرر دائما نقص التمويل بالحرب ضد تنظيم داعش إلا أن الأمر لم يتغير بعد الإعلان عن انتهاء الحرب فلم تخصص الحكومة سوى 4 مليارات دولار من مجموع أكثر من 106 مليار دولار كميزانية سنوية لوزارة الصحة في حين تحظى وزارة مثلا داخلية بـ 19 مليار دولار على وعلى نقص الموارد تعاني المستشفيات الحكومية من فساد عارم منذ الاحتلال وحلقات الوسطاء وعدد عقود طلب الأدوية والكميات الضخمة التي تضمن فيها الأمر الذي يجعل تتبع مصاريف وزارة الصحة أمرا صعبا وهذا لذلك توصف وزارة الصحة في العراق على أنها أكثر الوزارات فسادا يتم استيراد أدوية المستشفيات بواسطة شركة كيمادية التي تعاني من الديون ومن ضعف التمويل حتى أنها باتت لا تغطي 25% من احتياجيات البلاد وفي 2018 كانت 85% من الأدوية التي تحتاجها المستشفيات إما غير متوفرة بالكميات الضرورية أو غير موجودة أصلا إلى جانب ذلك توجد تجارة غير مشروعة للأدوية في العراق والمسؤولون عن استيرادها لفائدة الوزارة هم أشخاص يتبعون أحزابا سياسية ومقربون منها وقد تكون الأدوية المستوردة بأثمان باهظة مزيفة مغالى فيها أقل ما يتصف العقد الذي يتحدث خبراء القانونيين عن العقود وزارة الصحة أقل ما يتصف أي عقد في وزارة الصحة بأنه يتصف بالغبن الفاحش وهذا طبعا يعني إذا كان إذا كنا محظوظين وتم تنفيذ العقد فهو يتصف بالغبن الفاحش بحسب نقابة الصيادلة في العراق فإن هناك الكثير من الأدوية لم تعد متوفرة في البلاد حتى أبسط الأدوية يقول حتى القراسيتامول في بعض المستشفيات تروح غير موجودة وعلى سبيل المثال في 2018 لم تستورد وزارة الصحة سوى أربع علاجات أربعة علاجات من مجموع 59 لمعالجة مرض السرطان على سبيل المثال الفساد تعدى موضوع العقود وموضوع ليطال حتى المطاعم في المستشفيات كما هو معلوم يتم خصم معدل 30% من الراتب الشهري للأطباء مقابل الأكلات التي يتناولونها في مطاعم المستشفيات في حين يؤكد عدد كبير من الأطباء أن الوجبات التي تقدم إليهم في مطاعم المستشفيات لا تصلح للاستهلاك البشري أكد العديد من الأطباء وجود مصاريف الأكل هذه وأنها طريقة للسرقة وقد اقترح الكثير منهم أن تحدث هذه المادة من العقد وأن تكون للأفراد حرية اختيار مكان أكلهم حتى لا يخصم كل هذا المبلغ من الجول لكن وفق الأطباء كلما أعرب أحدهم عن امتعاضه من هذه الممارسة تم تهديده بالقتل الأمر الذي يدفع العديد من الأطباء إلى تقديم استقالاتهم وهو سبب آخر حقيقة للهجرة بالنسبة إلى تحدثنا عن البنى التحتية وتحدثنا عن الأدوية والمعدات الطبية اللازمة وعن ما حالها وما أصابها نتحدث هنا عن الكوادر الطبية ولسيما الأطباء العنف ضد الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية مثل السبب الرئيس للهجرة للأطباء في العراق بعد 2003 حيث قتل بعد ذلك التاريخ أكثر من 3000 طبيب وحدث انخفاض في عدد الأطباء الاختصاصيين في العاصمة بغداد بنسبة 42% ويرجع ذلك إلى الوفيات العنيفة التي شكلت 13% والتهديدات بالخطف والقتل التي شكلت 67% وفي دراسة استقصائية أجريت لأطباء قسم الطوارئ في العراق أبلغ 80% منهم عن حدوث اعتداء أو تعرضه لاعتداء 80% أبلغ عن حدوث اعتداء 38% من هذه الثمانون كانت اعتداءات بالسلاح مباشرة لم يكن أطباء الأطباء المقيمون استثناء فقد أبلغ 87% منهم عن حدوث اعتداء أو تعرضهم لاعتداء وتحدث الكثير منهم معظمهم حقيقة عن تجاربهم المؤلمة في هذه المواقف وكانت هذه الاعتداءات العنيفة الناتجة عن انعدام الأمن والفساد السياسي كانت حافزا للعديد من الأطباء لمغادرة البلاد ومع استمرار هذه الظاهرة يضطر المزيد من الأطباء إلى مغادرة البلاد وبالتالي ستستمر صحة السكان في التداري هذا طبعا يمثل قتلا منهجيا للأطباء وهو حقيقة في حلقة أكبر يستهدف الأكاديميين والمثقفين والخبراء في المجتمع العراقي لكن فيما نحن فيه استهدفت كليات الطب العراقية بعد 2003 بشكل مباشر في الهجمات على الكليات عموما والجامعات وقتل ما لا يقل عن 118 من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية منذ ذلك الحين وهذا طبعا وفقا لبيانات المشرحة والبيانات الصحية الرسمية والتقارير الإعلامية وتشكل جرائم قتل أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية حوالي 22% من جميع أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيالهم من كليات أخرى في العراق بعد 2003 وشهدت وزارة الصحة اختفاء اثنين من كبار موظفيها ولم يتم العثور عليهما أبدا وألقي القبض يومها على أحد أعضاء ميليشيا جيش المهدي المدعو حاكم الزامدي وأخلي سبيله لاحقا خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالك ليتحول الزامني من قائد ميليشيا مسلحة متهم بجرائم قتل مسؤولين كبار في الدولة إلى نائب في البرلمان واليوم يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الحكومي لقد أصبحت عمليات اغتيال واختطاف الأطباء والأكاديميين والعلماء العراقيين جزءا من الحياة اليومية في العراق وخاصة في العاصمة بغداد بدأت هذه الظاهرة بعد الغزو الذي قادته واشنطن للبلاد عام 2003 وسؤال قد يعني يطرح لماذا حدث هذا النزيف في العقول خلال السنوات الثماني عشرة الماضية ومن المسؤول ومن المستفيد جواب جواب يكمن في أنه ردت فعل الحكومة ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة في العراق تجاه هذا الأمر الجلل حقيقة لم تظهر الحكومة لا سلطة ولا فاعلية في حماية العقول العراقي والقتل لم يقدموا إلى العدالة إلى اليوم وبالتالي لا يتم ردعه عن ارتكاب مزيد من الجرائم علما أنه لم يكن لمعظم الأطباء الذين تم اختيالهم أي انتماءات أو أنشطة سياسية ولكن هذه الإجراءات لن تفيد إلا أولئك الذين يريدون أن يستمر العراق في الغرق في بحر الفساد والحرب الأهلية وهذه المشكلة تحتاج إلى عمل جماعي من العراقيين داخل وخارج البلاد بالمجمل بالنسبة لهجرة الأطباء والمخرجات التي المسجلة حقيقة من هذه المسألة في المجموع فر حوالي 26 ألف طبيب من العراق في السنوات الثمانية عشرة الماضي وهذه وفقا لدراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة في العراق ومنظرات طبية ووجدت الدراسة أن 70% من العاملين في مجال الصحة يفكرون في الهجرة ما تبقى من العاملين في مجال الصحة في العراق 70% منهم يفكرون في الهجرة خوفا من الانتقام أو الاختطاف أو القتل الحقيقة هذا الواقع الصحي له تداعيات استعرضنا الواقع الصحي واستعرضنا ما وصلت إليه الحال في الركائز التي يعتمد عليها القطاع الصحي فما هي التداعيات هذه التداعيات الحقيقة سنجملها ببيانات رسمية وبيانات منظمة الصحة العالمية وبيانات البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية الأخرى بشأن النظام الصحي في العراق في البداية معدل عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان سرير واحد لكل ألف ساكن معدل الطبيب الواحد بالنسبة لعدد السكان ضعيف جدا بالعراق ستة أطباء فقط لكل عشرة آلاف مواطن مقارنة بثمانية وعشرين طبيب لكل عشرة آلاف في لبنان مثلا أمل الحياة عند الولادة يبلغ بالكاد سبعين سنة مقابل ثماني وثنين وثمانين سنة بالنسبة للمعدل العالمي معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ستة وستين وفا لكل ألف طفل معدلات وفيات الأمهات أربعة وتسعين وفا لكل عشرة آلاف لكل مئة ألف إمرأة واحدة من كل ثماني حالات وفاة مرتبطة بالعنف ثمانية وثلاثون بالمئة من النساء الحوامل مصابات بفقر الدم ارتفاع نسبة التشوهات الخلقية لتصبح ثمانية واربعين حالة تشوه لكل ألف طفل مولود حديثاً بالمقارنة مع ثلاثة وعشرين حالة تشوه لكل ألف طفل في 2007 مثلاً سوء التغذية سوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي يتسبب في حوالي ثلثي الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة سبعون بالمئة من الأطفال العراقيين دون سن الخامسة لا يحصلون على مياه شرب آمنة أربعة عشر بالمئة من الأطفال العراقيين يولدون مع نقص حاد في الوزن معدل الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 عاماً مرتفع للغاية يبلغ 242 حالة وفاة لكل ألف شخص بالغ مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 176 حالة وفاة لكل ألف شخص ارتفاع نسبة يبلغ عدد مرضى السرطان بأنواعه المختلفة طبعاً هذا بحسب منظمة الصحة العالمية 35 ألف حالة 57% منهم نساء لكن هذا الرقم متواضع جداً لأنه بحسب وزارة الصحة في العراق فإن المعدل السنوي للإصابة بمرض السرطان في البصرة لوحدها يبلغ 5500 حالة سنوياً وأعلى نسب الإصابة بين عامي 2015 و2017 تتراوح بين 400 و500 إصابة لكنه ارتفع بنسبة تصل إلى 200% تقريباً خلال 2018 لتبلغ 11 ألف إصابة سنوياً لكن تراجع في 2019 و2020 و2021 إلى نحو 8000 إصابة سنوياً ليكون مجموع الإصابات في البصرة لوحدها 46 ألف إصابة في السرطان الحقيقة لا بد التنويه إلى أن هذه البيانات والأرقام أقل من الأرقام الحقيقية لأسباب كثيرة أبرزها أن هذه البيانات تعد إدانة صريحة لداعمين نظام السياسي القائم في العراق فضلاً عن النظام نفسي بعد 2003 التداعيات الأخرى المادية المتعلقة بهذا الموضوع مثلاً استرار المرضى في العراق أو المرضى العراقيين إلى الذهاب إلى الخارج للتداوي فأبرز الدول التي يذهبون إليها هي إما إيران أو الهند أو لبنان أو الأردن أو تركيا بحسب أرقام وزارة الصحة الإيرانية يأتي معدل 374 ألف عراقي سنوياً من أجل السياحة الطبية وتقدر الوزارة ما يصرف هؤلاء للتداوي بنحو مليار و700 مليون دولار سنوياً أما الحكومة الهندية فإن معدل منح تأشيرات طبية للعراقيين بلغ 50 ألف تأشير سنوياً وتقدر صرف هؤلاء ب500 مليون دولار للتداوي في الهند ختاماً إن استمرار عرقلة الأحزاب السياسية للإصلاحات ومحاولاتها العدوانية لصد إجراءات منع الفساد يجعل من إعادة البناء والنهوض بالواقع الصحي في الوضع الراهن أمراً مستحيلاً ببساطة لأن ذلك لا يصب في مصلحة من يتمتعون بسلطة سياسية قوية في العراق اليوم وهذه الخاتمة حقيقة أنا اقتبستها من أحد وزراء الصحة في العراق ويعني من باب أنه شهد شاهد من أهلها أعتذر عن الإطالة وشكراً للاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس عبثاً ما آل إليه القطاع الصحي في العراق بعدما كان من أفضل الأنظمة الصحية في المنطقة ولم يكن التعثر والتخلف الذي أصابه وما يرافق ذلك من سرقة وهدر للمال العام يأتي من فراغ كلها أسباب ومقدمات ترتبط بعمليات تدمير ممنهجة ومنظمة تشرف عليها أحزاب فاسدة وميليشيات مسلحة تديرها إيران وتكشف المعلومات والوثائق عن دور هذه الأحزاب والميليشيات في استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق عوائد مالية ضخمة وتضاعف حجم السريقات في العراق بعد أن تضاعفت سطوة تلك الميليشيات وفي الختام لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا للدكتور أيمن العاني على ما قدمه من حقائق ومعلومات مهمة وقيمة فيما يتعلق بالوضع الصحي في العراق بعد نحو عقدين من الاستهداف والفساد والإهمال والشكر لكم الأخوة الحضور المشاهدون الأعزاء وحتى رقاءات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة